الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن وله هذا أخطر تسجيل يمكن أن تسمعه لأنه يهدم دين الناس ما الذي يبقى إذا هدم دين الناس الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم لا يعلون جهدين الليل والنهار في محاربة الدين وكسر أركانه وأنا لهم يريدون ليطفئوا نور الله بأفاهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون شركات مؤسسات خبراء باطل دول عظمى كلها تعمل لهدم الدين وأخطر ما في ذلك أغراق المجتمعات المسلمة في الجنس في جوجل ويوتيوب لا حول ولا قوة إلا بالله مواقع عباحية لا تخفى على الناس حتى الأطفال أغرقوهم في هذه المواقع حتى البنت الصغيرة وعمرها خمس سنوات ست سنوات وأصغر من ذلك تدخل المواقع الإباحية في جوجل ويوتيوب وتنظر وتنظر هذه البنت الصغيرة التي تعطى دروس يومية ليلية ونهارية في الجنس ما حالها إذا بلغت سبعة أشر سنة ستفعل الفحشة إن لم يتدركها الله عز وجل ستغرق في الفحشة والله إذا لم يتدركها الله عز وجل بناتون ضاعوا من هذه المواقع الإباحية حتى الأولاد الصغار أغرقوهم في الجنس فأصبح الولد ينظر وينظر وينظر ليل نهار ويأثر على من حوله بنات خالة وبنات خالة وبنات عم والأصدقاء والأطفال في المدارس يقولون له افعل وافعل وإذا ما فعلت سنفعل كذا لا حول ولا قوة إلا بالله هذا خراب هذا أعظم خراب للمجتمعات المسلمة فيجب على الأباء الاعتناء بأولادهم يجب على الأباء انقاذ الأولاد والبنات من هذا الباطل خصوصا الأطفال كلكم راعوا وكلكم مسؤولون عن رعيته بعض الأباء يربط جوجل ويوتيوب ابنته وولده بجهازه والأمهات كذلك حتى يعرفوا أين دخل الولد ماذا نظر البنت كذلك أين دخلت وماذا نظرت